موسيقى أهم الأنباء أهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الرب ومنصر هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء وموساه لرئيس مجلس دارة مؤسسة الرابع عشر من أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر رياض محفوظ عزه فيها بوفاة نجله حلمي بحادث مروريا مؤسف وعبر رئيس الجمهورية عن البرقية عن أحر التعازي وصادق الموسى بهذا المصاب الأليم سائلا لله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان أقيم بالعاصمة المؤقتة عدن اللقاء الموسع للقيادات العسكرية والأمنية بوزارتي الدفاع والداخلية بحضور رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر وتحت رئيس الجمهورية القادلة على القوات المسلحة جرى خلال اللقاء مناقشة ما تم إنجازه على صعيد بناء المؤسسة العسكرية والأمنية والخطوات الحالية التي يجري العمل عليها لتمكينها من القيام بواجباتها كاملة وعلى صعيد استكمال إنهاء الانقلاب ومكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار واستعرض اللقاء الانتصارات المتولية في جبهة الدفاع عن الوطن ضد مليش الحوثي وصالح الانقلابية وما يسطره أبطال الجيش الوطني المقاومة الشعبية بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من بطولات شرق العاصمة صنعاء ومختلف الجبهات وبشاء الاقتراب النصر الكبير إضافة إلى الجهود المتوازية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة سيطر الجيش الوطني على جبال الحمراء واليلع والقهر في نهم بعد معارك مع المليشيا الانقلابية قتل خلالها أكثر من 23 من المليشيا وعشرات الجرحة وأوضح الناتق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله شندق لوكالة الأنباء اليمنية سبا أنه تم تدمير ست مدرعات وتسعة أطقم ودبابة تابعة للمليشيا بقصف لتعران التحارف العربي ومدفعية الجيش الوطني ولا تزال المعارك متواصلة إلى هذه اللحظة وستقدم كبير لأبطال الجيش الوطني وفرار جمعي للمليشيا باتجاه صنعاب ومحاولة فاشلة لاستحداث نقاط في منطقة خلق من قبل المليشيا لإرجاع الفارين من مقاتلهم أحرز الجيش الوطني والمقاومة والمسنودين برجال الصبيحة تقدما كبيرا وحقق انتصارات كبيرة حيث استعادوا جبل القرن بعد معركة كبيرة استمرت لأكثر من ساعتين بين الطرفين واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة وسقط خلال المعركة عشرات القتل والجرحة من عناصر المليشيا وعشرات الأسرة الذين سلموا أنفسهم للمقاومة والجيش الوطني حيث تمكن الجيش الوطني والمقاومة من التقدم والسيطرة على عدة جبال في الجوازعة حيث أحكم السيطرة الكاملة على جبال الجوازعة بالكامل التي كانت تشكل خطرا على مساك المواطنين بمدريتي القبيطة وطور الباحة حقق الجيش الوطني تقدما كبيرا في جبهة حيفان جنوب تعز بالسيطرة على مواقع جديدة ومقتل ثلاثة من عناصر المليشيا الانقلابية وإصابة آخرين وقال قائد جبهة حيفان أبو بكر جابوري جبلي إن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من السيطرة على تبتي الكرب والقحوص بمدخل مديرية حيفان إثر مواجهات عنيفة وأضاف أن المواجهات لا تزال مستمرة للسيطرة على كافة مناطق حيفان ودحر المليشيا الانقلابية شنت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية قصفا عشوائيا على منازل المواطنين بمدرية ذي نعم بمحافظة البيضاء وذكرت مصادر محلية أن المليشيا قصفت بقذائف المدفعية والهون قرية الدريعاء الأهلة بالسكان بمدرية ذي نعم كما قصفت منازل المواطنين ومدرسة قرية يفعان في ذات المدرية ما سرعا تضرر أحد منازل المواطنين وتضرر مدرسة يفعان الأساسية وتحطم نوافذ وشبابيك الفصول الدراسية جراء قصف المليشيا وفي رداع دلعت شباكات عنيفة بين أبطال المقاومة بجبهة قيفة وعناصر مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية عقب حملة كبيرة للمليشيا على مناطق المواطنين بمدرية القراشية وولد ربيع في محاولة منها لقطع المنفذ الوحيد لمناطق الشرعية بقيفة أسفرت عن قتلى وجرحة في صفوف المليشيا نهاية المجلس في أمان الله اشتركوا في القناة